أعلنت وزارة الصحة المغربية على أن عدد الملقحين ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا فاقل 4 ملايين و 17 ألف شخص بالنسبة للحقنة الأولى فيما وصل عدد الملقحين بالحقنة الثانية ل 717 113 شخصا وفي جديد الحالة الوبائية أعلن عن تسجيل 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المقابل تم الإعلان عن تعافي 664 حالة أما فيما يتعلق بالوفيات فقد أعلن عن تسجيل 12 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية